محتاج خطة حياة طيب حسن عايز سألك على ما فعله الكابتن محمود الخطير مبالح في المؤتمر الصحفي والدفعات اللي قالها الاهلي بخصوص أزمة مباراة نهاية دورة أبطال أفريقيا وتوجيه كثير من الاتهامات للاتحاد المصر كوات القدم رأيك كيف هذه القضايا بص أنا مش عايز أفترض أني كان فيه موقف مباشر ضد الأهلي سوء ني سوء ني لكن لكن أنا هفترض أن هناك أخطاء جسيمة بدون قصد إهمال الناس مشغولة الناس مش فهمة كل ده يخض على الحساب كل ده خطأ جسيم حضرتك كابتن طيارة ماينفعش تروح مطلع عرجليك وانت بتعمل لندج فتقول أنا معلم بقى بتاع ده وتنزل ترشأ في الأرض تتحاسب حتى لو نزلت سليم حتى لو نزلت سليم تتحاسب لكن طبعا أنت لما تبقى بتعمل أخطاء وانت في موقع القيادة للأسباب الإهمال عدم اهتمام عدم يقظة إدارية كل دي أخطاء لازم تحاسب عليها أنا مش بقول سوء نية لو سوء نية لا تبقى جريمة لكن أنا مش هفترض أنها سوء نية أنا هفترض أنه إهمال أنه لا مبلاء سوء إدارة كل ده ممكن أفترضه يعني لأن كابتن محمود الخطيب لما عمل المؤتمر رد باللوايح و و و و ورد بمنطق يعني وانا لو لو كل كل بند أو كل جملة هو ألها أنا عايز أرد عليها ممكن أرد عليها لو أنا عندي منطق لكن عشان أنا ما عنديش منطق هرد في العموم لا إحنا منعملش كده إحنا أصل اللي قابلينا أصل اللي بعدينا أصل اللي مش عارف إيه الكلام ده كله مش رد يعني الرد أنك أنت يعني كل ما قال له هو رئيس النادي الأهلي إنت لو عندك رد عليه رد قول للليحة يعني معهود الخطيب قال الليحة المادة 28 في الليحة بتقول الدولة هي اللي بتطلب البطولات مثلا يعني صحيحة فتطلع كاتحاد تقول لا الليحة اللي أتكلم عليها الكابتن محمود الخطيب مش صحيحة من البند 28 بيقول لا ده النادي هو اللي لازم يطلب المبرى من الدولة مثلا يعني مثلا يعني يعني يبقى فيه رد على لكن لا يبقاش في رد الدليل هو حسن الدليل منطقي على الأمر وهو في النهاية الموضوع في إطارة تحقيق يعني بس لخلي المهور كلام النادي الأهلي أو كلام الكابتن محمود الخطيب منطقي إنه سنغال ونيجيريا لما طلبوا إنه هما يستضيفوا المبرى دي ما لهمش أصلا فرق في البطولة في الأدورة النهاية وبالتالي ده واضح إنه الدولة أو الاتحاد بتاع الدولة هو اللي طلب مش فرق بص لا لا يعني شوف بقى موضوع النهاية الأفريقية فيه جزء يتحمله تتحمله الإدارة المصرية أو الاتحاد الكورة وفيه جزء كبير يتتحمله الكاف طبعا الكاف فيه تربيط أنا أظن فيه تربيط ودي شطارة من المغربة إن المسألة تروح للمغرب أنت ليه اخترت أنت بتقول أنك يعني اخترت المغرب في شهر إبريل وأعلنت في مايو بعد السيمي فاينال الاتنين إن المغرب هتنظم وقلت كلام بقى مبهم بقى أصل السنغال وانسحبت وأصل ناجيريا وجنوب أفريقيا جنوب أفريقيا لنظامة كس العالم ما عنداش المعايير وناجيريا ما عنداش المعايير بتاع الدولي الأبطال لكن نظامة الكونفدرالية كل ده كلام بيقولك يعني فيه علامة استفهام أنت كنت واضح أنك عايز توديها الدر البيضاء بس أنت مستني تشوف الوداد هيعمل إيه والنحية التانية هتعمل إيه صحيح الاتحاد الأفريقي عنده خطر جسي يسأل كثيرا طبعا لكن أنت لما يجي لك كالتحاد جواب بسبع إفنتات عايز تنظم إيه من دول أنا لو أنا في الاتحاد هروح على طول بجد يعني هقول لنادي الأهلي أو الزمالك لأن الأهلي والزمالك الاتنين كانوا في البطولة صحيح حد طب نعملوا إزاي طبعا لا طب يفرض ما وصلنا طب يفرض وصلنا صحيح طب يفرض كذا صحيح ويتبقى له ومعدين المسألة كمان تسويخيا أنت لازم أنت الناس الدول بتنظم البطولات ليه عشان مكاسب سياحية ومكاسب اقتصادية ومكاسب مادية الاتحاد الأفريقي بعندوش فكرة قدرات وإمكانيات الاتحادات الأهلية بتاعته والدول الأفريقية إيه هي فبالتالي هتبقى الحكاية كلها إما مصر الجزائر تونس المغرب جامرون السنغال بكتير والباقي مش هنظم بس أوروبا لا أوروبا أي من من روسيا بيترسبورج بيترسبيرج عشان تنظم طولها تسحبت بعد صهرين تلعبت في بريس صحيح بمنتغ السورة عشان دي دول عندها إمكانيات وقدرات أمنية وفدائن وفنية ومادية وفي تفاصيل كتيرة تفاصيل كتيرة صحيح لكن تلأ ما عندك شده خقارة